ومعنا بخلف الكواليس علي وشهير خلونا نبدأ أخبارنا لليوم اليوم جمعي لكم أخبار عن عالم الشركات الناشئة تحديدا في منطقتنا العربية ونبدأ في الأردن أعلنت نوفا جاكس الشركة البلوكتشين والويب ثري الأمريكية عن استحواذها على شركة جو بدو بعد حصولها على استثمارات أمريكية وسعودية أيضا وجو بدو هي علامة تجارية عربية للملابس المستوحات من ثقافة البوب والشارع العربي تأسست تحديدا في العاصمة الأردنية عمان عام 2007 لتقوم بإنتاج أعمال فنانين عرب وعالميين أيضا على منتجات عالية الجودة تباع وتوزع بأسعار مقبولة جدا ومناسبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي مناطق مختلفة من العالم يأتي هذا الاستحواذ لتحقيق هدف الشركتين في سد الفجوة العالمية في الواقع الفعلي والافتراضي أيضا من خلال تقنية وتكنولوجيا البلوكتشين وكانت جوبته قد انضمت إلى أوايسز 500 وشركة 500 ستارتابس أيضا في مجال صناعة الإبداع والابتكار بالإضافة أيضا لكونها أحدى شركات اندفر العالمية وفعلا هذه الشركة لها صدى واسع في الأردن ومعروف أنه في كتير ناس لما بتسافر على الأردن لازم يشتروا من التيشرت تبعهم اللي دايما بيكون مكتوب عليها شعارات معينة قد تكون طريفة وغيرة ومثل ما ذكرنا بتكون لفنانين مبدعين وبأسعار مقبولة جدا في الشارع العربي أميس